السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس اليوم بذن الله إن شاء الله رح نكمل درسنا في حصة الماضية وأيضا نضيف بعض المعلومات الجديدة بإذن الله وحنتقل إن شاء الله إلى الخطوة الثانية أو النوع الثاني بذن الله لنأخذ في حصة الماضية مهارات الانتقالية وثما ذكرنا الانتقال من مكان إلى مكان آخر اليوم بذن الله رح نأخذ مهارات الاتزان رح نأخذ مهارة واحدة بذن الله ونطبق مع بعضهم بشكل بسيط لكن في البداية يجب نستذكر مع بعض loCO الإجراءات الاستعداد لمادة التربية البدنية لدينا بعض النقاط كما نستعد مستعدل لإجراءات يجب نستذكر مع بعض loCO الإجراءات الاستعداد لمادة التربية بدنية والدفاع عن النفس ممتازين رقم 1 الحرص على النوم الكافي ليلا والتغذية الجيدة يجب أن تحرص على التغذية من خضروات الفواكه وأيضاً يكون أكلنا يكون متنول أيضاً شرب الماء الكافي وخاصة في فصل الصيف وأيضاً أثناء مرتفع النشاط البدني رابعاً التعزير ياضي المناسب وخيراً اختيار المكان المناسب وتهيئته هذه النقاطة بسيطة عشان يكون مستعدين لمادة التربية البدنية ننتقل مع بعضها الآن بشكل جداً سريع هذه قلنا الإجراءات واتكرناها قبل شوي مع بعض بشكل سريع وأيضاً الآن ننتقل إلى تمرين اليوم تمرين بسيطة بإذن الله بالجميع يكون واقف وجاهز تمرين اليوم عندما تمرين أول ماشي بالمكان بسرعة خفيفة يكون في حركة تبدلية بين القدم واليدين مع بعض تمرين يبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين ثاني وقوف ذراين عاليا ثم نزول ولمس باطن القدم ورجوع إلى وضع البداية منتقال إلى الجهام الأخرى مع بعض الجميع تمرين يبتدي واحد نرجع مرة ثانية ومتازين اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة ثرين عاليا سبعة ثمانية تسعة أبطال عشرة قف ثالث وقوف بشكل جانبي الذراعين عاليا ورف القدم بشكل مستقيم وثم القدم الأخرى جميع جاهز تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أبطال تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة عشرة استمر واحد ثلاثة عاليا ممتازين اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ثمانية رابع وقوف الذراعين جانبا فنعجا ممتازين وتحريك الذراع إلى الأمام بشكل دائري من مفصل الكتف جمع جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة استمر ومتازين جولة ثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أبطال تسعة أخير عشرة قف مكان اخذ الشهيق وزافير مع بعض ممتازين ريح المكان بشكل بسيط ثم واحد ممتازين اخذ الشهيق اثنين خير تسعين أعطكم العافية ننتقل الآن إلى درسنا اليوم اليوم بذل الله سنتحدث عن المهارات الحركية الأساسية في بداية سنتحدث عن أنواع المهارات الحركية الأساسية وتكلمنا في حصة الماضية عن المهارات الانتقالية اليوم بذل الله سنتحدث عن مهارات الثبات والاتزان وأيضا من المهارات مهارات المعالجة ما قلنا ثانيا مهارات الثبات والاتزان من أمثلتها عندنا الاتزان وأيضا الارتكاز ثالثا التسلق وأيضا عندنا اللف وخامسا الدوران وأخيرا الوثب والهبوط في المكان ندخل الآن إلى مهارتنا اليوم الاتزان المنخف ومن المهارات العركية الأساسية في البداية يراع في وضع اتزان ما يري عشان نقدر نطبق المهارة لابد من اتباع الخطوات التالية واحد وضع الكفين على الأرض باتساع الصغر وتكون الكتفين عمتين على الكفين نشاهد الآن صورة المعلم الذراعين أو الكفين على الأرض باتساع الصغر هذه هي الخطوة الأولى الخطوة الثانية تشير أصابع الكفين إلى الأمام لحظة الآن أيضا الأصابع تدجي إليش إلى الأمام وتكون ليدان مدودتين كاملة وأيضا يتج النظر للأمام والأعلى بشكل جدا بسيط نشاهد الآن المعلم يكون نظر إلى الأمام والأعلى بشكل بسيط أيضا يكون وجه القدم الارتكاز طبعا المخطوط هنا في قدم الارتكاز القدم يرتكز عليها إيش؟ يرتكز عليها الجسم يكون قدم ارتكاز ملامس للأرض لحظة الآن تكون ملامس الأرض وأيضا أصابع القدمين متجهة للخلف والساق مع الركبة ملامستين للأرض لحظة الآن الركبة ملامسة للأرض والساق والقدم وأيضا تكون الرجل الحرة على كامل امتدادها ما المقصود في القدم الحرة؟ نشاهد الآن صورة المعلم هذه القدم الحرة وهي تكون في الهواء وتكون ممدودة بشكل كامل ومرفوعة عاليا ومتجهة إلى الخلف وشهدنا الآن تكون متجهة إلى الخلف وبشكل مستقيم وممدودة إلى الخلف وأيضا يكون الظهر في وضع تقوّس للأعلى بشكل بسيط من تجاهة الأمام وهذا الآن صور بشكل بسيط في تقوّس بسيط إلى الأمام أو إلى الأعلى شهدنا الآن مقطع توضيحي لأداء المهارة ونؤكد أيضا على عوامل الأمن والسلامة لحظنا الآن وجود المرتبة الرياضية أثناء تطبيق المهارة أو الخبرة التعليمية نشاهده الآن الذراعين أو الكفين تكون على إيش على الأرض والرقب على الأرض والساق والقدم وقدم الارتكاذ بشكل كامل لحظوا الآن تطبيق المهارة لاحظوا الآن الكفين تكون على إيش على الأرض ممتازين والنظر يكون إلى الأمام والكفين تكون على الأرض والقدم الحرة متجهة إلى الخلف هذا بشكل توضيح مهارتنا اليوم مرة ثانية شاهدة الآن لاحظوا الكفين عليش على الأرض ممتازين وقدم ارتكاز على المرتبة والقدم الأخرى في الهواء متجهة إلى الخلف والنظر يكون إلى الأمام هذه مهارة التزال المنخفض نتقل الآن مع بعض مراجعة بسيطة على درسنا اليوم عندنا السؤال الأول أي من الصورتين تمثل الاتزال المنخفض عندنا الآن صورتين عندنا صورة رقم واحد وأيضا عندنا صورة رقم اثنين أي من الصورتين تمثل مهارة الاتزال المنخفض لاحظنا الآن كلهم فيها اتزال على الركبة لكن أي منهما هي الصورة الصحية ممتازين الصورة رقم واحدة نلاحظ الآن الكفين على الأرض وقدم الأخرى للخلف والنظر يكون إلى الأمام وهي الصورة الصحيحة لمهارتنا اليوم بكذا حبايبي يصير تعلمنا مع بعض بشكل جدا بسيط الاتزال المنخفض خلنا المقطع توضيحي على مهارتنا في الحصر قادم إن شاء الله وحن نكمل أيضا بذن الله ونأخذ أيضا مهارة بشكل بسيط وجديد بذن الله أعطيكم العافية جميعا عسنة صادقكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته